أهلاً بكم، زي النهاردة من 83 سنة اتولد الزعيم عادي الإمام بس السنة دي قرر إن عيد ميلاده يكون مختلف ويكون لي مغزى مختلف أول حاجة الصورة اللي شفتوها دي كانت أحدثت ظهور لعادي الإمام تعالوا ما أقول لكم ليه مختلف السنة دي ولي قرر إن يقول الوصية بتاعته في عيد ميلاده الثلاثة وتمانين ولي ناس كتير بتقول لك لأ هو لسه بيحتفل بعيد ميلاده ما كفاية عليه كده ده الشباب بيموته والأطفال بيموته ليه بتحتفل بعيد ميلادك وانت عندك ألزهايمر ومش فاكر أي حد ولا حتى فاكر إن انت في يوم من الأيام كنت أشهر ممثل في الوطن العربي ما فيش شك إن عيد الإمام ملوش منافس كتير ملوش فعلاً منافسين مهد كوميديا تلاقي تراجد تلاقي كل حاجة وحتى في الأكشن تلاقي حتى لو بصت له ممكن تضحك هو عمل مصرحيات وعمل أفلام وتاريخ طويل على المدى البعيد بس عاد الإمام كان في مشكلة أكتر واحد كان حاسس بالفقر وبالجوعة أبوه طبعاً كان مجرد واحد شويش أو عسكري أو واحد على قد حاله ده عاد الإمام بيقول أنا عمري ما دوقت الشوكولاتة دي في حياتي أنا كنت ما اسمع عنها فقط لغير عاد الإمام طبعاً كل سنة بيعمل حفلة كبيرة وأخوه عصام بيطلع ويقوله أنه هو كويس وأولاده بيتصوروا معاه 17-5-940 اتولد عاد الإمام وعنده 83 سنة هو متجوز من السيدة هالة الشلقاني عنده 3 أبناء رامي وصارة ومحمد أخوها عصام وعنده أخواته البنات إيمان ومونة إيمان بالمناسبة زوجة الراحل مصطفى متولي بدأ حياة صعبة صعبة بالزيادة قوي حياته المادية كانت معدومة وده بسبب كمان والده هو ما كانش حتى شاطر في الدراسة ده سقط في الدراسة وفي السنوية بدأ للمرة تلاتة بعدها دخل كلية الزراعة جمعة القاهرة هو حرف إيمة القرش قوي قوي علشان كده دايماً الناس تقولك ده بخيل ده عمره ما تبرع لحد عمره ما ساعد حتى أصدقائه زي يخد عندك ساعد صالح عمر الحريري حنان شوقي ناس كتيرة هو ما بحبش يساعد حد مصر دخلت في أزمات كتير واسمعنا فنانين كتيرة بيتبرعوا عمرنا ما سمعنا أن عادي الإمام عمل كده يمكن بيعمل كده في السر الله أعلم عادي الإمام صروته تتعدى المليارات ده راجل بقى له أكتر من ستين سنة شغال في المهنة دي لا ده هو بيرأس المهنة كمان يمكن بسبب معاناته وبسبب حرصه على القرش بقى حريص شوية أو خلينا نقولها بالمعنى التاني بخيل شويتين عادي الإمام حالته الصحية متدهورة وبيصوروه وهو مش عارف هو بيعمل إيه هو عنده الزهايمر وده المرض اللي أبوه توفى بيه أو أبوه في آخر أيامه توفى بيه الزهايمر والده مات بنفس المرض اللي هو بيعاني منه في الوقت الحالي عادي الإمام آخر عمل ليه كان فالانتينو واللي سقط جدا جدا وكل شوية من بعدها نسمع إن عادي الإمام جاي هيمثل فيلم هو وأولاده محمد يكون ممثل معاه ورامي يخرج لهم العمل لكن كلها كلام وكلها شائعة ما فيش شك إن أعمال عادي الإمام كانت لا تخلو من المشاهد الجريئة وكله دايما كان بيحرص على شباك التذاكر من أول الهلفوت اللي إلهام شاهين شايفاء العلامة المميزة في تاريخها وفي الوسط الفن ككل وده بسبب المشاهد القبلات والأحضان والمشاهد الخارجة اللي كلكم شفتوها في الفيلم عايز أقول لكم كمان عادي الإمام عملت مسيرة طويلة وكبيرة جدا من الأعمال عمل أكتر من 126 فيلم خد عندك 31 مسلسل هو ليه مسلسل إزاعي واحد مع عبد الحليم حافظ كان اسمه أرجوك لا تفهمني بسرعة عايز أقول لكم حاجة بقى ليه أعلن وصيته المراتي ويا ترى ممكن يتم تنفيذها ولا لا وإلى أخبار اللي كل شوية تطلع يمكن أكتر خبر بنسمعه وفاة عادي الإمام لدرجة أنه هو طلع مرة من كم سنة تكلم مع عمر أديب وقال له هما ليه عايزيني أموت أنا بقيت خايف لما موت الناس ما تصدقش أن أنا فعلا موت من كتر ما بصحى ونام على نفس الأشعة الأشعة دي كانت دايما اللي بيطلع يرد عليها كان زمان الزعيم دلوقتي أخو عصام هو اللي بيطلع ويرد عليها بس من فترة طويلة جدا جدا سكتت الأخبار عن عادي الإمام لدرجة أن الناس قالت أنه هو مات ومش عايزين يقوله ومخبيين علشان تفضل صرته موجودة على الرغم أن أعماله كده كده موجودة عادي الإمام قرر يعني الوصية والوصية هي بتتشك الجزئين اسمعوها معايا وقولوا يا ترى ممكن تتم تنفيذها أول جزء منها قرر عادي الإمام اتبرع بجزء كبير جدا من سروته لمستشفى سرطان الأطفال معقولة بعد العمر دا كله آه معقولة هو حاسس أن اللي جاي مش قد اللي روح أبدا فقرر يعمل حاجة لأخرته وربنا يجعلها في ميزان حسناته وتكون خالصة لوجه الله الجزء الثاني هنعرفه من الوصية الجزء الأول سهل ويقدر ينفزه وينفزه من زمان كمان الجزء الثاني كالقاتي قرر حسف كل أعماله أو أنه قال للإزاعة والتلفزيون أو وصاهم أنهم يبطلوا عرض أفلامه الخادشة أو الخارجة أو اللي فيها مشاهد جريئة زي اللي مع يسرى ولبلبة وإلهام شهين لبلبة اللي قالت أن عاد الإمام بسني أكتر من جوزي أنا مفيش جوازة كانت بتكمل ليا بسبب اللي عاد الإمام كان بيعملوا فيا وده مش كلامي ده كلامها ومتسجل مع نشان في أحد البرامج عاد الإمام قال لأولاده أنا مش عايز أي حاجة تتعرض ليا أنا بقيت خايف أنا ما بقيتش عارف أنا مين ولا عايش لي بلاش بلاش طب إزاي عنده الزهايمر وبيقوله كده والله ما تعرفش بقى الكلام ده حقيقة ولا مش حقيقة ما يمكن ما عندهش الزهايمر واللي طلعوا قالوا الكلام ده مجرد شائعات زي اللي بنسمحها كتير ما يمكن يا أخي ربنا تابع عليه فعلا ونوى إنه يحزف كل مشاهده اللي عملها آه نسها تقولك لسه فاكر يعمل كده بعد ما خربها بعد ما أفسد أجيال بعد ما دخل الفسك والفجور لينا ودخل في بيوتنا ما شاهد ما ينفعش أولادنا ولا بيوتنا تشوفه خلينا نقول يمكن تاب دلوقتي ويمكن قرر القرار ده طب هيتم تنفيذه ما عرفش ليه لإن عادي الإمام لا يملك كل الحقوق الكافية لتلك الأفلام في منتجين وفي مخرجين وما فيش شك إن أفلامه لحد النهار ده وبكرة بتحقق إرادات ولحد الآن بتتسامع ما هو فنان شامل ومحدش هيقدر ينكر إنه هو فنان كبير وليه قيمة كبيرة جدا ومهما يقولك في نمبر وين لأ ما فيش نمبر وين كان قبل الزعيم لإنه راجل قدم أعمال كتيرة منها أول خادش بس برضو منها التاريخي ومنها السياسي اللي أبدع فيهم حرفيا عموما إحنا في عيد ميلاده 83 بنتمنى ليه كل الصحة وإن يكون فعلا ليه توبة نصوحة قبل الوفاة ومش بس كده إنه فعلا فعلا يكون أخلص وجهه لوجه الله وكل سنة وهو طيب وبلاشه النبي الكلام اللي بيطلع يتقال آخر عيد ميلاد ليه وخلاص وهو لسه بيحتفل بعد ميلاده كل واحد حر كل واحد حر في بيته يعمل اللي هو عايزه ادعو له بدوام الصحة والعافية شكرا جدا وقلولي رأيكم في الفيديو قلولي يا ترى الوصية دي ممكن تتحقق ولا حلاوة روح وشوية كلام ترجمة نانسي قنقر